اشتركوا في القناة في هذا التقرير الخاص من قناة كوميتس بورت سنعرض لكم قصته كاملة على شكل عشر حقائق عن رافينيا طفولته الصعبة وكيف كاد أن يستسلم بعد أن رفضته العديد من الأندية في بدايته لسبب غريب علاقته برونالدينيو سر الرسالة الحزينة على قميصه لماذا حاولت إيطاليا إقناعه باللعب لها وكيف كان رده سخريته من ريال مدريد حياته الخاصة والمزيد فابقوا معنا مولده ونشأته اسمه بالكامل رافايل دياز بيلولي أما رافينيا فهو لقب اكتسبه من خلال لعبه الكرة كما هو معتاد في البرازيل وقد ولد في الرابع عشر من ديسمبر عام 1996 بمدينة بورتو أليغري جنوب البرازيل منتسبا لأم برازيلية وأب إيطالي كان يعمل موسيقيا ولم تكن ظروف الأسرة المعيشية بالجيدة على الإطلاق فكان رافينيا يتقاسم غرفة النوم مع والديه وشقيقه الأصغر وكافحت الأسرة لتوفير الطعام لكن ما سبق لم يمنع الطفل الصغير من التعلق بكرة القدم ليسير على خطى جده أوسمار الذي احترف اللعبة في الستينات أو عمه الذي لعب لأندية برازيلية من قبل وعم آخر يدعى دوضو لعب لإنتر ميلان سابقا بالإضافة لوالده نفسه الذي لعب لبعض أندية الهواة تهديدات بالقتل في سن مبكر التحق رافينيا بأكاديمية محلية تدعى مونتي كاستيلو وفي الوقت ذاته كان يشارك في بطولات فارزيا وهي منافسات غير رسمية ينظمها المجتمع المحلي وتقام في ظروف قاسية بين ملاعب طينية مليئة بالغبار والرمال حرارة شديدة أعمدة بدلا من الشباك فرق بلا قمصان مسدسات وبنادق خلف المرمى ومضايقة المشجعين للاعبي الخصوم لدرجة وصلت حد التهديد بالقتل لرافينيا ذات مرة ويقول الأخير قبل إحدى المباريات في بطولات فارزيا كنا نستعد في غرفة مغلقة وإذا بطرق شديد على الباب وصراخ من الخارج إذا فزتم بهذه المباراة سنقتلكم لن تخرجوا من هنا أحياء مهما قلت سيكون من الصعب أن أشرح ما هي بطولات فارزيا لكني أؤكد أن من شارك بها يمكنه اللعب في أي مكان آخر كاد أن يستسلم ظل رافينيا يشارك في فارزيا حتى سن الثامنة عشرة لكن كان لديه حلم اللعب الإنترناشنال وحاول بالفعل الالتحاق بالنادي قبل أن يتم رفضه ثلاث مرات بحجة أنه نحيف للغاية فتحول إلى اختبارات جريميو ليواجه نفس الرفض أنت قصير وبنيتك ضعيفة حينها شعر الشاب الحالم بكثير من الإحباط لكنه اختار السفر من بورتو أليغري إلى سانتا كاتارينا بحثا عن فرصة أخرى ليفتح نادي أفاي الأبواب أمامه عام 2014 فحجز مكانه في فريق الشباب قبل أن يتعرض لإصابة قوية وبعد تعافيه وجد صعوبة كبيرة في العودة لتشكيلة الفريق وطلب منه النادي التدرب بمفرده ليتسرب شعور اليأس إلى رافينيا الذي فكر جديا في الاستسلام وترك اللعبة بل اتصل بوالديه وأخبرهم بذلك فكان رد والدته حسنا لكنك لو تخليت عن حلمك فسينتهي بك الأمر في وظيفة عادية وهنا تذكر رافينيا أنه لم يكمل دراسته وإذا تخلى عن الكرة فسيعمل حلاقا أو نادلا أو شيئا من هذا القبيل فقرر مواصلة القتال لأجل حلمه بعد تألقه مع أفاي وقع رافينيا عقدا مع نجم برشلونة السابق ديكو الذي أصبح وكيلا لللاعبين ومن خلاله عرف الطريق إلى أوروبا في فبراير 2016 حيث انضم إلى فيتوريا جيمارايش البرتغالي ليتألق معه ويحصل على جائزة لاعب الموسم داخل النادي عام 2017 وبعدها انتقل لسبورت انجليش بونا ليو زامل برونو فرنانديز ويتوج بلقبي كأس البرتغال وكأس الدور البرتغالي عام 2019 ثم تواصلت مسيرته مع أورين وليدز يونيتد قبل أن يحط الرحالة في برشلونة أما على الصعيد الدولي يلعب رافينيا لمنتخب البرازيل منذ أغسطس 2021 ولديه تسع مباريات دولية سجل بها ثلاثة أهداف رفض اللعب لإيطاليا نسبة إلى أصول والده الإيطالية كان رافينيا مؤهلا لحمل قميص الأزوري بل إن الاتحاد الإيطالي حاول استمالته عام 2020 لكنه رفض بعد نصيحة وكيله ديكو ويقول الأخير في 2020 قام الاتحاد الإيطالي بمحاولات قوية لإقناع رافينيا باللعب الإيطاليا لكني أخبرته بأنه ستكون أمامه فرصة كبيرة في تشكيلة البرازيل لأنه يملك خصائص مختلفة عن باقي اللاعبين في مركزه شعرت بأنني سأفقد قدمي عندما كان لاعبا لليز يونيتد وفي إحدى المباريات أمام مانشستر سيتي تلقى رافينيا ضربة قوية في الفخذ من مواطنه فرناندينيو ما أدى لتجمعات دموية في ساقه وتسبب في خضوعه لجراحة آنذاك ويتذكر رافينيا تلك الواقعة قائلا فرناندينيو ضرب فخذي بالقوة فوضعوا لي ضمادة على مكان الضربة لكن عندما عدت إلى المنزل كانت قدمي اليسرى متورمة بشكل مرعب انخفض ضغط دمي اتصلت بالطبيب فنقلني إلى المستشفى كان الألم شديدا لدرجة أنني طررت إلى تخدير لم أستطع المشي لم أتمكن حتى من ركوب السيارة شعرت أنني سأفقد ساقي لكن في النهاية تعامل الأطباء مع الموقف بعد انتقاله لبرشلونة لم ينتظر رافينيا طويلا ليكسب ود جماهير البارسة عن طريق السخرية من الغريم ريال مدريد حيث نشر اللاعب عبر خاصية ستوري بإنستغرام صورة مركبة له بدلا من صورة شهيرة لكيليان بابي في طفولته بغرفة نومه ومن حوله صور ريال مدريد وأساطير النادي الملكي في مقدمتهم كريستيانو رونالدو لكن تم التلاعب بالصورة ليصبح الموجود فيها هو رافينيا بدلا من مبابي وتم تغيير صور ريال مدريد وأساطيره بصور لأبرز نجوم برشلونة على رأسهم ميسي ولاقت تلك الصورة تفاعلا كبيرا في وقت اعتبرها مشجع الريال استفزازا لهم بعد فشل صفقة مبابي خاصة وأن عشاق الميرينجي لطالما تداول تلك الصورة الشهيرة للمبابي كدلالة على أن قدوم الأخير أمر حتمي عن مثله الأعلى يقول رافينيا رونالدينيو كان مثل الأعلى دائما عندما بدأت فهم كرة القدم كان رونالدينيو في برشلونة لقد رأيته دائما يقوم بأشياء مذهلة كما اعتاد رافينيا أيضا على مشاهدة الفرنسي تيري هنري في طفولته أما بالنسبة لحياته الخاصة فيرتبط اللاعب بفتاة برازيلية تصغره بثلاثة أعوام تدعى ناتاليا رودرغيز كان قد تعرف عليها منذ فترة قبل أن يتزوج في فبراير الماضي في المقابل يمتلك رافينيا وشوما عديدة في أماكن متفرقة من جسده منها وشم بسنة ميلاده ووشم لكرة وآخر يرمز لطفولته وبطولات فارزيا إضافة لوشوم تتعلق بديانته علما بأنه مسيحي كاثوليكي علاقته برونالدينيو بالنسبة لرافينيا لا يعتبر رونالدينيو مجرد مثل أعلى فحسب بل صديقا وأحد أسباب تلك الصداقة أنهما ينتميان لنفس المدينة بورتو أليغري ففي عمر السابع ذهب رافينيا لحضور حفل عيد ميلاد الساحر البرازيلي رفقة والده الذي كان يعمل ضمن إحدى الفرق الموسيقية المتواجدة بالحفل ويقول رافيني عن ذلك أتذكر يوم الحفل كان رونالدينيو بدأ للتو اللعب مع برشلونة أتذكر أنني حضرت إلى هذا المنزل الضخم ورأيته يقف عند الباب الأمامي يرحب بالجميع عندما رآني أخذني بين ذراعيه وتجول معي لقد تجمدت حينها إنه يعامل الجميع بشكل جيد حتى الصغار لقد قابلته عدة مرات منذ ذلك الحين وأشعر بالسعادة لأنني أعتبره صديقا وتجسدت علاقة الثنائي في موقف آخر حينما توفيت والدة رونالدينيو في فبراير 2021 ولم يتمكن رافيني من الذهاب إلى البرازيل لتعزية نجمه المفضل لارتباطه بمباراة مع ليدز أمام ساوث هامتون وحينها قرر أن ينعي والدته عبر قميص داخلي ارتداه أسفل قميصه الأساسي وكشف عنه بعد تسجيل هدف بالمباراة أهداه لروحها تفاصيل عقده مع برشلونا انتقال رافينيا إلى برشلونا كلف خزينة الأخير 58 مليون يورو إضافة لتسعة ملايين كمتغيرات كما وقع اللاعب على عقد مدته خمس سنوات على أن يتقاضى راتبا سنويا بقيمة ستة ملايين يورو بالإضافة للمكافآت والحوافز مع وجود شرط جزائي يقدر بمليار يورو ومن المقرر أن يسدد برشلونا قيمة الصفقة على ثلاثة أقصاط متفرقة وبهذا الصدد كشفت صحيفة ذا أطلطي وجود بند في العقد يقضي بدفع البارسا 12 مليون يورو كغرامة يحصل عليها الليدز في حال تأخر النادي الإسباني في دفع أقصاط الصفقة في ختام هذا الفيديو وبعد أن حقق الوعد الأول بالتسجيل في شباك الريال بالكلاسيكو هل تتوقعون وفاء رافينيا بباقي الوعود عبر تقديمه موسما ناجحا مع برشلونا؟ موسيقى 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 اشتركوا في القناة